يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع مفاوضات سلام قدماً عبر بدءه في سوريا طبعاً إلى دفعها قدماً عبر بدء الاستعداد لإعادة الإعمار في هذا البلد الذي دمرته الحرب بحسب وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني خطوة إيجابية لربما لا شك أنها ارتطمت بالهجوم الكيموي المفترض على خان شيخون أمس وحتى تصبحت ظروف مواتية لإعادة إعمار سوريا يتوجب على المجتمع الدولي دعم اللاجئين ضحايا الحرب التي دخلت مرحلة الدمر الشامل أزمة اللاجئين تعاني من تداعياتها الدول الأوروبية ودول الجوار السوري مثل لبنان التي تقف على وشك الانهيار الاقتصادي بسبب تحملها عبء أكثر من مليون لاجئ سوري كما قال رئيس وزرائها سعد الحريري الذي يشارك في مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل فما جدوى الحديث عن إعادة الإعمار في ظل الحرب المستعرة وهل يلتزم المانحون بتعاهداتهم تجاه اللاجئين السوريين لمناقشة هذا الموضوع أرحب من لندن بالكاتب والباحث السياسي الأستاذ محمد قواص ومن بروكسل أرحب بالصحفية المختص في شؤون الاتحاد الأوروبي الأستاذ وسيم إبراهيم أبدأ معك أستاذ وسيم إلى أي حد تأثر اجتماع بروكسل اليوم بهجوم خان شيخون أمس نعم مساء الخير لك ولضيفك الكريم للسيدات والسادة المشاهدين تأثر بشكل رمزي لأن بوصلة الموقف الأوروبي لم تتغير بسبب الهجوم الذي حدث في خان شيخون ولكن تم التزامن أظهر الفروقات في الموقف الأوروبي مثلا الاتحاد الأوروبي منذ فترة يحاول أو يأخذ نهجا أكثر اعتدالا بالنسبة للموقف الغربي تحديدا من النظام السوري ويقول يجب التفاوض مع نظام الأسد ويجب أن نقبل به كواقع ثم يجب أن نتعامل مع هذا الواقع على أمل تغييره وهذا الموقف عبرت عنه بشكل واضح الخارجية الأوروبية الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغريني منذ استلمت مهامها ولكن اليوم رأينا الصدام بصراحة هي تقول نحن بحاجة إلى انتقال سياسي شامل انتقال سياسي حقيقي لكن يخرج رئيس وزير الخارجية البريطاني ويعبر عن موقف أكثر حدودي أو موقف حاد أكثر يقول يجب أن يكون الانتقال السياسي بعيدا عن نظام الأسد وذكر هذا بشكل واضح هذه اللهجة بصراحة تتحسس منها الخارجية الأوروبية هي تحاول أن تقارب المسألة من ناحية تراها واقعية أن النظام موجود ويحقق انتصارات لديه دعم كبير وواضح هناك استثمار عسكري هائل وضعته روسيا هناك ولن تتخلى عنه بسهولة لذلك حتى من المفارقة القول أن بوريس جونسون حينما كان يتحدث عن هذا الموضوع قول فدريكا موغيريني ما لم تقوله قال أنا موافق مع فدريكا موغيريني بأن الانتقال السياسي الحقيقي هو شرط لإعادة البناء وشرط لدفع جهودنا نحن كمجتمع دول في دعم سوريا أفهم منك بأن السياسة الأوروبية كانت تريد لهذا المؤتمر للمانحين في بروكسل أن يكون تطبيعا مع النظام في سوريا لكن هجوم خان شيخون خلط الأوراق مرة أخرى هل هذا ما تقصد؟ يعني كلمة التطبيع الآن هي كلمة حساسة أعتقد بالنسبة للأوروبيين هم يرفضون علنا أن يقولوا نحن الآن نطبع أو نأخذ نهجا أو غيرنا بوصلتنا باتجاه النظام السوري كما قلت جونسون قال أنا مع انتقال سياسي بعيدا عن نظام الأسد كما قالت موغيريني وهي لم تقل ذلك نظرت إليه بحذر وابتسمت لم أقل ذلك هذا كان واضح إذن البوصلة الأوروبية تقول يجب أن نتعامل مع الواقع النظام موجود ولا يمكن إلغاؤه والحديث عن انتقال سياسي بعيدا عن نظام الأسد بصراحة الآن في الظرف الدولي في وجود ترامب الذي يدعم الموقف الروسي الذي يضع محاربة الإرهاب لكن لا ربما أستاذ واسيم أن تتحدث عن واقع أول أمس اليوم إذا تابعت التصريحات الأمريكية الموقف تغير تماما نعم نحن يعني تابعنا التصريحات الأمريكية ولكن أنا شخصيا أشك أن من الأجواء التي نراها من المحصلة التي نراها هناك هجوم وقع وهذا الهجوم هو هجوم بالقانون الدولي جريمة حرب واضحة علنية على شاشات تلفزيون يمكن رؤيتها وكذلك الاتحاد الأوروبي والمجتمعون في بروكسل طالبوا بتحقيق مستقل الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تصمت عن هذا الموضوع خصوصا أنها فرصة لتحمل الإدارات السابقة مزيد من الانتقادات وهي حصيلتها الآن أو حصيلة الإيجابيات تقوم بشكل كبير على تحميل الإدارات السابقة مزيد ومزيد ومزيد من الأخطاء والعثرات تقول أن الوضع سيء بسبب الإدارات السابقة طيب أستاذ محمد قواص لك بالطبع الحق في التعليق لكن سؤالي لك هو هل يمكن دعم الجهود الرامية لبلورة حل سياسي في سوريا من خلال إطلاق مشاريع إعادة الإعمار كالتي أطلقها الاتحاد الأوروبي والدول المانحة الأخرى في بروكسل اليوم طبعا بالاستناد إلى تصريحات موغاريني نفسها هي لم تقل أن هذه الخطط بإمكان إيجاد تسوية تقول أن يجب أن نكون حاضرين في حال حصلت هذه التسوية لكي نلبي الحاجات التي يستدعيها أي مشروع إعماري أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الذي كان بعيدا عن أي مقاربة للموضوع السوري الذي كان شراكة ما بين روسيا والولايات المتحدة أعتقد أنها تريد أن تدلو بدلويها على الأقل من خلال التلويح بالورقة المالية في هذا الشأن وواضح جدا أن الاجتماع اليوم الذي حصل لا يمكن أبدا إلا أن يكون اجتماع سياسي أولا الاتحاد الأوروبي ليس له أي موقف واضح وموحد من الموضوع السوري الاتحاد الأوروبي هو 27 زائد البريطانيا التي تستعد الخروج وبالتالي هناك عواصل مختلفة تقارب الموضوع السوري بشكل مختلف ثانيا أيضا من خلال موقف بوليس جونسون الذي يعبر عن لندن التي لديها مشكلة حالية مع الاتحاد الأوروبي بعد موضوع البريكسيت ثالثا أنه أيضا هذا الاجتماع يأتي بغادات المجزر التي حصلت في منطقة خان شيخون والتي أيضا تعبر عن انقلاب معين في وجهة النظر الدولي أعتقد أن الموقف الأوروبي أيضا ضاغت على الولايات المتحدة وضاغت على روسيا أيضا من أجل اتخاذ موقف على الأقل أعتبره يشكل تحولا معينا باتجاه مقاربة جديدة للموضوع السوري يجب عدم إهمال تطور جديد في الموقف الأمريكي أنا استمعت إلى المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي مع الملك الأردني أنا استمعت أيضا لما قالته المندوبة الأمريكية في الممتحدة هناك تلويح جدي أمريكي باتخاذ إجراءات خاصة قد تختلف جذريا عن ما كان معتمد به أيام الرئيس أوباما وخصوصا أن رئيس ترامب أساسا يحمل إدارة ترامب أوباما في ذلك فعليه أن يكون أن يقدم بديلا عن ما كانت روحا قبل ذلك إعادة إعمار سوريا بالعودة إلى صلب موضوعنا أستاذ قواص حسب الخبراء تتطلب أكثر من 200 مليار دولار أمريكي والأوروبيون كما قلت يريدون الدلوى بدلوهم في هذا الشأن أو تعزيز نفوذهم في سوريا من خلال ورقة إعادة الإعمار لكن الرئيس السوري بشار الأسد قال قبل بضعة أشهر بأن إعادة الإعمار انطلقت فعليا وأن حلفاء دمشق هم من سيحصل على القطعة الكبيرة من الكعكة كعكة إعادة الإعمار ويقصد بالطبع روسيا وصين وإيران يعني طبعا من حق نظام دمشق أن يعتبر أنه مازال أو يقدم نفسه بصفته الممثل الشرعي للدولة السورية طبعا هذا غير دقيق حتى الآن لا نعرف إذا كانت مقاربة جونيف ستأتي بتسوية معينة وهل هذه التسوية ستكون على حساب النظام أو بالمشاركة مع هذا النظام ثانيا من يريد أن يدفع مالا من أجل إعمار سوريا يجب أن يتأكد من أن هذه التسوية تعمل وأن هناك إجماع دولي في هذا الشأن حتى الآن لا يبدو أبدا أن هناك إجماع بإمكانه أن يشكل أرضية لأي تسوية مالية أيضا في هذا الشأن ثالثا أيضا طالما بدأ الحديث عن المال فعلى الدول المعنية بالمشاركة في الإعمار سواء كانت إقليمية أو دولية أن تدلي بدلوها في موضوع حصتها من هذا الإعمار وبالتالي أيضا هي تدلي بدلوها في التسوية السياسية القادمة حتى الآن على الأقل من خلال التصريحات الأوروبية يبدو أن الموضوع ما زال موضوع له علاقة بمساعدة اللاجئين بالتخفيف من نكبة السوريين في الخارج وبالتخفيف أيضا من الأعباء التي تتحملها دول مثل أردن ولبنان طبعا تركيا لم تشارك في هذا المؤتمر لكن موضوع الإعمار هو بمثابة ضرب على الطاولة بأن المال يحتاج إلى تسوية والتسوية تحتاج إلى إجماع دولي إذن أستاذ وسيم إبراهيم حتى تتوفر الظروف المواتية لإطلاق إعادة الإعمار على نطاق واسع هناك ضرورة لتوفير مبالغ مالية لدعم اللاجئين في دول الجوار المؤتمر المانحين تعهد بجمع ستة مليارات دولار للعام 2017 هل هناك قواعد تلزم وآليات تلزم الدول بالالتزام أو بالإيفاء بتعهداتها؟ نعم في الحقيقة الأمم المتحدة قبل بدء المؤتمر كانت رسالتها واضحة قالت مناشدتنا هي جامعة ثمانية مليارات دولار البيان النهائي للاجتماع قال نحن أخذنا علما بهذه المناشدة لكن ما نستطيع التعاهد به في النهاية هو ستة مليارات إذن هناك نقص واضح لا يوجد أي قواعد تلزم أي دولة بتقديم هذه أو تحويل هذه التعاهدات إلى كاش إلى أموال تصرف وتوزع على الوكالات الأمم المتحدة أو هناك دول تختار أن تدعم منظمات أهلية أو منظمات مجتمع مدني الضامن الوحيد هو الإرادة السياسية احتضان بروكسل لمؤتمر مانحين أو مؤتمر متابعة المانحين في لندن بمعنى أين الأموال التي تعاهدتم بها تعالوا وسددوا الأموال استخدام الثقة للسياسي للاتحاد الأوروبي يعبر بشكل واضح الاتحاد الأوروبي يتبنى الآن هذه المسألة لجهتين الجهة الأولى كما قال ضيفك الكريم لا يوجد هناك وزن سياسي حقيقي للاتحاد الأوروبي في المعادلة القائمة في سوريا هو ليس قوة عسكرية يقول لسنا مقررين على الأرض القوة العسكرية الآن تتصرف في أستانا وتحل مسائل الهدنة والاشتباكات وما شابه هو قوة سياسية قوة اقتصادية الآن يريد أن يمسك موضوع إعادة الإعمار ويطالب يقول نحن الاتحاد الأوروبي لا نطلب دور سياسي يجب أن نكون موجودين على طاول التقرير المستقبل سوريا هذا ما قاله رئيس المنفوضية الأوروبية جان كلو ديونكر في البيان الخاص بالاتحاد الأوروبي لكن أستاذ واسيم بعيدا عن البيانات الدول الأوروبية اكتوت بنار الأزمة السورية لو سمحت لي فقط اكتوت بنار الأزمة السورية من خلال هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين التي وصلت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكادت تعصف بوحدته برأي العديد من المتابعين والخبراء أليست الحسبة مالية فقط بمعنى نستثمر بضع مليارات في دول الجوار حتى يبقى اللاجئون هناك وحتى لا يقدمون على خطوة عبور البحر بأي طريقة للوصول إلى الأراضي الأوروبية خاصة لما نعلم أن ألمانيا أنفقت خلال العام الماضي وحده 20 مليار دولار كما تقول على اللاجئين الذين وصلوا إليها نعم هذه مقاربة دقيقة جدا التي قدمتها والتي اخترحتها بالأحرى هي لعبة يلعبها الطرفان بمعنى الاتحاد الأوروبي يقول الآن هناك حسابات بالفعل دقيقة اللاجئ يكلف في بلدان الجوار أقل عشرة أضعاف أو ربما أكثر بالمقارنة إذا أتى إلى الاتحاد الأوروبي وتم تقديم المساعدات الاجتماعية له الدول الجوار تلعب نفس اللعبة اليوم الرئيس سعد الحريري قال للمجتمعين أنتم لا تريدون مع استمرار حالة اليأس وعدم تقديم الأموال للمساعدات وللاستثمار لا تريدون المجتمع اللبناني ليس فقط مجتمع اللاجئين المجتمع اللبناني ومجتمع اللاجئين أن يبحثوا عن وطن بديل وهذا تلويح جدي بأنكم إذا لم تقدموا الدعم لمشاريع الاستثمار التي تقترحها الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بدعم البنية التحتية لزيادة أو لتقويت ولزيادة مناعة البنية التحتية في لبنان بما أن هناك تقريبا نصف هناك أربع مليون مواطن لبناني هناك اثنين مليون لاجئ هناك واحد ونصف مليون لاجئ سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني إذن هي لعبة بالفعل يلعبها الطرفان وتحقق مصالح حما تحقق مصالح حكومات تريد مساعدات وبالنسبة للبنان تحديدا اللبنان يحتاج دعم استقراره الداخلي لبنان يعرف أنه بلد هش هناك تمزق هذه الحكومة الحكومة اللبنانية هي حكومة متقسمة مشاطرة تماما هل هذه المطالب التي تقدم بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يمكن أن يلبيها مؤتمر المانحين أستاذ محمد قواص يعني هو يقول بأن الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار بسبب اللاجئين هل يمكن تحميل اللاجئين كل هذه المسؤولية عمليا بشكل نظري المؤتمرات تعقد وهناك وعود بالدفع أي مؤتمر حصل وبعد ذلك هناك بون أو فرق ما بين الوعود وما بين التزديد طبعا كان في مؤتمر في لندن في 2016 وواضح جدا على الأقل من خلال الأرقام التي تحدثت عنها الأمم المتحدة فرق ما بين الوعود وما بين مدفع حتى الآن لكن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي حاليا هو أكثر الدول يعني دول الاتحاد الأوروبية أكثر الدول تضررا بشكل مباشر من هذه الأزمة السورية بعكس ما هو يعني حاصل مع روسيا ومع الولايات المتحدة الذين توليا في مرحلة معينة رعاية هذه الأزمة والمحاولة للتفتيش عن حال وأعتقد أيضا أن الاتحاد الأوروبي الذي انتقل إلى حضنه مئات لألاف من اللاجئين والذي أدى ذلك إلى هزات سياسية اجتماعية داخل الاتحاد لديه مصلحة في إبقاء هؤلاء اللاجئين في أماكن اللوجوء خصا في تركيا في لبنان وفي الأردن أيضا لديه مصلحة وأعتقد المصلحة الدولية أن نظام الدولي يريد الحفاظ على استقرار معين في لبنان واستقرار معين في الأردن وأن زيارة الملك الأردني اليوم إلى الولايات المتحدة وهذه الوعود بتعزيز المساعدات المالية الأمريكية للأردن أيضا بالمعنى السياسي هي إرادة دولية غربية بالحفاظ على هذا الاستقرار أعتقد منطقيا أن هناك مصلحة أوروبية بأن تلبي احتياجات لبنان والأردن أساسا ولماذا؟ لأن استقرار البلدين يؤديان إلى تخفيف خطر انتقال هذا هذا الوجوء وبالتالي أيضا انتقال الإرهاب إلى الاتحاد الأوروبي لكن أستاذ محمد بإمكان أن يكونوا ضخفين في الوفاء بالتزاماتهم الحديث عن الالتزامات كما تفضلت يحيلنا للحديث أيضا عن التزامات الدول التي تحتضن اللاجئين دول الجوار بإنفاق ما تحصله من دعم من الدول المانحة في ما يجب أن ينفق فيه بمعنى إنفاقه على اللاجئين بشكل مباشر هناك اتهامات لبعض الجهات ولبعض المنظمات ولبعض الدول بأنها لا تقوم بهذا الشيء وبأنها تقططع أجزاء كبيرة من أموال الدعم وتصرفها في مسائل أخرى ما رأيك؟ على كل حال هذا بالأمكان معالجته من خلال آليات الصرف بالنهاية باستطاعة الاتحاد الأوروبي أو الدول المانحة أن تفرض أسلوبا للصرف من خلال الاستثمار في مشاريع مباشرة تقوم فيها منظمات أوروبية مباشرة أو من خلال تمويلها للجمعيات التي تعنى بشؤون اللاجئين مباشرة أو أيضا باشتراط قواعد معينة لصرف هذه الأموال أعتقد أن الموضوع تقني بالإمكان لكن الموضوع الأكبر هل هناك نية ورغبة وعزم أوروبي ودولي أيضا في أن الصرخة التي أطلقها اليوم سعد الحريري من بروكسل فعلا هي صرخة اللبنانيين كما هناك أوضا صرخات تأتي من دول أخرى أن ثقل اللاجئين بدأ يهدد المجتمعات الأصيلة في هذه البلدان بما يعنيه ذلك أن هذا البركان السوري الذي لم ينتقل حتى الآن بقدرة قادر إلى دول أخرى بإمكانه أن يصبح أيضا نموزجا ينسحب على هذه الدول وإن كانت هناك انتقادات أيضا لدول الجوار بأن تستغل أطفال اللاجئين كعمالة رخيصة وبالتالي الاقتصاد اقتصاد هذه الدول يستفيد من هذه المسألة لكنه يسبب أيضا احتقانا شعبيا تحديدا في لبنان هل لديك تعليق أستاذ وسيم نعم هناك الكثير من النواقص تحدث عنها أو أغفلها البيان الختامي يرحب بفتح سوق العمل أمام اللاجئين وهذا ليس صحيح في لبنان في لبنان يقولون نحن لن نمنح ترخيص عمل للاجئين السوريين إذن المسألة ببساطة الاتحاد الأوروبي لن يضع هذه الحكومات التي يحتاجها في الزاوية لأن لديه أزمة كبرى مع اليمين المتطرف انتخابات مهمة جدا قادمة في فرنسا وألمانيا ومع التأجيج الشعبي الآن أي أزمة جديدة للاجئين سوف ربما تودي فعلا بنظام سياسي يعني دخول اليمين المتطرف إلى فرنسا أو ألمانيا سوف ربما يهدد الاتحاد الأوروبي ووحدة الاتحاد الأوروبي ككل لذلك الاتحاد الأوروبي يقدم ورقة إعادة الإعمار من أجل أيضا لعب دور سياسي وكيف يقول يقول نحن نعيد الإعمار فقط إذا حدث انتقال سياسي وأيضا أي إعادة إعمار مثل ما قال الرئيس السوري أو ما شابه لن تنجح إذن هم يقولون أي إعادة إعمار لن تنجح إذا لم تكن مع انتقال سياسي أما نحن نعمر هذا البلد وفق انتقال سياسي كما نقول بيان جينيف وتشارك سلطة أو إذا عمرتموه بطريقة أخرى نقول لن ينجح والاتحاد الأوروبي لعب سابقا هذا الدور هو يجازف مثل ما حدث في إعمار غزة ولكن بالعودة إلى هو يعمر هو مستعد الاتحاد الأوروبي نريد أن ننتقل إلى مسألة اللاجئين نريد أن ننتقل إلى مسألة للعب هذا الدور اللاجئين الغائب الأكبر عن مؤتمر بروكسل اليوم هو تركيا هل هناك خطر في ظل التوتر بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض دول الاتحاد الأوروبي من أن ينهار ذلك الاتفاق الذي تم بمجيبه إغلاق الحدود التركية أمام أفواج اللاجئين الراغبين في العبور إلى البر الأوروبي نعم لا يوجد هناك أي خطر على انهيار اتفاق اللاجئين رغم التوتر الحاصل بين تركيا والاتحاد الأوروبي لسبب أن الاتفاق يطبق إلى حد كبير ولسبب أيضا أن الاتحاد الأوروبي دعم بشكل كبير دخول غزو القوات التركية لسوريا تحت عنوان إقامة منطقة آمنة رغم أن ذلك لم يحدث سابقا ولكن في البيان وليس هناك اتفاق في البيان التعاهدات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قال الاتحاد الأوروبي سندعم أي جهود مستقبلية أي جهود مستقبلية لتركيا من أجل إنشاء مناطق أكثر أمنا بما يعني الدعم لمشروع الغزو الذي قامت به تركيا إلى أي حد أستاذ محمد قواص يمكن أن تستفحل أزمة اللاجئين في دول الجوار إذا نفدت إدارة ترامب تعاهداتها بخفض الانفاق خاصة للمنظمات الأممية وباختصار لو تفضلت لا أعاول كثيرا على ما تقوم به الولايات المتحدة أو ما تصرح به الولايات المتحدة الرئيس ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة كان له موقف الموضوع السوري خلال ساعات الأخيرة كان له موقف آخر أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنخرط أكثر في هذا الموضوع لأنه أصبح حاجة غربية أمريكية الأمن واللاجئين إذن أشكرك الأستاذ محمد قواص كنت معنا من لندن وأشكرك أيضا الأستاذ وسيم إبراهيم كنت معنا من بروكسل أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرم على كرم المتابعة نهاية المسائية إلى اللقاء